سقر الجير أو سقر الصنقر هو أكبر وأضخم أنواع السقور بالعالم وبيتميز بأدرته على العيش في المناطق شديدة البرودة الجير طائر جارح ينتشر في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خاصة في كندا، أمريكا الشمالية، غريلاند، وشمال أوروبا وآسيا كذلك في سواحل القطب الشمالي الجير محبب لدى جميع مربيي الصقور حيث يتم تدريبه واستخدامه بالصيد وفي العديد من المصابقات سقر الجير ذو أشكال متعددة تختلف باختلاف لون الريش فمنه الأبيض النقي، الفضي، البني، والأسود ويعتبر الجير الأبيض هو النوع الوحيد من السقور التي يغلب عليها اللون الأبيض كما أنه الأغلى ثمنا لا يختلف إناث وذكور الجير عن بعض في أي شيء من حيث المظهر الخارجي إلا أنه الأنثى بتتميز بكونها أكبر حجما من الذكر رح نشوف مقارنة بين ذكر وأنثى الجير بالأرقام من حيث الطول والمسافة بين الجناحين والوزن تبني طيور الجير أعشاشة في الجروف وعادة بتستخدم أعشاش مهجورة لجوارح أخرى تضع الأنثى من بيضتين إلى خمس بيضات وتستمر فترة حضانة البيض خمسة وثلاثين يوم بعد مرور ثلاثة إلى أربع شهور على فقص البيض تغادر السقور غير البالغة العش وتصبح مستقلة عن والديها وتبلغ في عمر ثلاث سنوات ويمكن أن يصل عمر سقر الجير الذي يتخطى مرحلة البلوغ عشرين سنة تصل سرعة طيران سقر الجير إلى ميتين وتسعة كيلومتر بالساعة وبتساعد سرعته العالية على التقاط الفرائس بشكل مباغت وتشكل الطيور مثل الترمجان والبط والنوارس الغذاء الأساسي للجير كما أنه يفترس الثديات الصغيرة مثل الأرانب والسناجب والمرموت أخيرا وبسبب تغير المناخ في القطب الشمالي خاصة في فصل الصيف أصبحت السقور الأخرى كالشاهين تتوسع شمالا وتنافس الجير على البعض من أنحاء موطنه وبالرغم من ذلك فإن سقور الجير غير مهددة بالانقراض لهون نوصل لختام الحلقة شكرا على المشاهدة وإلى الملتقى في حلقات جديدة شيقة وممتعة من قناة زراعة الخضروات المنزلية أستودعكم بأمان الله إلى اللقاء شكرا على المشاهدة